اشتركوا في القناة ومدينة الداخل بالجنوب المغربية الرحلة رقم 2623 انطلقت من باريس في حدود الساعة التاسعة وخمسة وعشرين بالتوقيت المحلي وعلى متنها ثمانين مسافران حيث من المنتظر ان تستغرق اربع ساعات ونصف فقط للربط بين المدينتين هذا وتعتبر هذه الرحلة الاولى من نوعها التي تربط احدى المدن الاوروبية الكبرى بمدينة الداخل الصحراوية اتمت برمجة رحلتين اسبوعيتين ذهبا وايابا على هذا الخط يومية لثاء والجمعة مع امكانية الرفع من عدد الرحلات الاسبوعية عند ارتفاع الطلب ويرى متتبعوننا القرار الجديد بداية لاعتراف فرنسي رسمي بالسياذة المغرب على الصحراء بعد الضبابية الكبيرة التي غطت الموقف الرسمي الفرنسي من الملف نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء